دعنا نتحدث عن معطيات هلالة الحجة يوم الخميس 6 حزيران حسب توقيت الأردن طبعا يحدث الاقتران المركزي أو تولد الهلال أو المحاق الساعة 339 دقيقة بعد الظهر طبعا عمر القمر من الاقتران المركزي إلى غروب الشمس حوالي 4 ساعات ودقيقة ومكتل القمر بعد غروب الشمس حوالي 19 دقيقة ورح يكون ارتفاعه في لحظة غروب الشمس عند الأفق حوالي درجتين و 47 دقيقة البعد الزاوي بين القمر والشمس حوالي 4 درجات و 19 دقيقة وفي نقطة مهمة جدا هي نسبة إضاءة الهلال 0 بال10 بالمية بالنسبة لإضاءة الهلال وهذه المهمة جدا والزاوي السمتية بتكون حوالي 300 درجة هاي المعطيات بشكل عام حسب قواعد البيانات للمشروع الإسلامي لرصد الأهلة وكذاك المعايير متبعة عودي وغيره من المعايير أخرى لا يمكن مشاهدة الهلال في معظم الدول العربية والإسلامية يوم الخميس 6 ستة 2024 إذن هاي قضية مهمة إنه هذا الهلال لا يمكن رؤيته وبالتالي بيكون عندنا واحد ذو الحجة بصادف يوم الجمعة 7 حزيران إذا اعتمدنا على التقاويم التي تعتمد على الحساب الفلكي مثل تقاويم أم القرى ويكون واحد ذو الحجة بصادف يوم السابت 8 حزيران في حالة الاعتماد على الرؤية الشرعية لأنه يوم الخميس لا يمكن رؤية الهلال في الأردن والمنطقة العربية طبعا كذلك الأمر بالنسبة لعيد الأضحى عيد الأضحى بيكون يوم الأحد 16 ستة 2024 إذا اعتمدنا تولد الهلال والإختران أو التقاويم التي تعتمد على الحسابات الفلكية مثل تقويم من القرى أو يسمى فلكية وإذا اعتمدنا الرؤية الشرعية فيكون عيد الأضحى يوم الاثنين 17 ستة 2024 حسب احتماليات الرؤية اعتمدنا الرؤية الشرعية سيكون عيد الأضحى يوم 17 ستة طبعا يتم تحديد شهر ذو الحجة بشكل عام باستخدام نفس المعايير المتبعة في الأشهر الهجرية حسب إذا أردنا أن نتبع الحساب الفلكي أو إذا أردنا أن نتبع الرؤية الشرعية فنفس التقنيات التي تستخدم في معرفة الشهر الهجرية نفسها تستخدم في معرفة ذو الحجة طبعا في خصوصية ذو الحجة لأنه مرتبط بشعائل الحج وبالتالي داخل مملكة العربية السعودية نعم يجب اتباع القرار التي تتخذوا المملكة العربية السعودية وفي هناك فتوى لابن عثمين حول جواز اختلاف موعد عيد الأضحى بين الدول الإسلامية اعتمادا على رؤية الهلال فإحنا لنا الآن سيكون في اختلاف الدول التي تعتمد على رؤية الهلال سوف يكون عيد الأضحى عندها يوم الاثنين 17 ستة والدول تعتمد على الحساب الفلكي مثل تقويم القرى سوف يكون عيد الأضحى يوم الاثنين 16 ستة